يعني أكيد أنت عندك حد من أصحابك أو أولادك أو قريبك كان في السنوية العامة وشوفتي أو عصرتي الضغط ده عامل إزاي إزاي نعرف أو نعرف من حضرتك الطالب بعد إعلان النتيجة إيه المدة الزمنية الطبعية اللي ممكن يعودها عشان كده يعرف إيه هي الكلية اللي هيدخلها والله على حسب النتيجة يعني فيه ناس بتبقى جابت نتيجها أورادي بالفعل عارف هو عايز يخش تجارة عايز يخش هندسة عايز يخش صيدلة وجاب المجموع بتاع الكلية فطريقه مفتوح ما فيش حاجة موقفة القصة كلها بتبقى في الطلبة وأهليهم اللي عندهم طموحات وكانوا عايزين يدخلوا أهليهم كليات معينة أسفى أطفالهم كليات معينة وشايفين إن الولد أو البنت فشلوا لأنهم ما جابوش المجموعة فهنا لازم الأسر كلها والناس كلها والطلبة بالأخص يبقوا عارفين إنه الفشل والنجاح ده شيء نسبي جدا وبيحدد نجاح البني آدم الحقيقي وساعدته في حياته مش الكلية كلية دي مرحلة يعني مؤقتة جدا وكتير من أوائل كليات الطب ما هو مش أحسن ده كثرة والمهندسين المتعينين المعايدين مش بدرورة أنه أحسن مهندس فقصة إنه النمر بس هيا اللي بتحدد مصرنا ده شيء مغلوط جدا وبنسيبه إنه يسيب صدمة وأثر سلبي شديد على الطالب وعلى أسرته فتلاقي الأسرة مكسوفة تقول نتيجة الطالب لأنه كأنه خزل الأسرة كلها ده كلام فاضي فاضي الراجل ده أو البنت دي ممكن جدا يكون شخص موهوب وخريج معهد فني تجاري وبقى أشطر واحد بيصلح تكيفات بلاش تجاري يعني أصد معهد فني بيعمل حرفة موهوب في حتة معينة بالضبط والحرفة دي هي اللي تخليه عنده كرير ومجال يكسر الدونية هي بقى أشطر من زميل لي أو جار طبيب أو مهندس أنا بجيب الأمثال دي النادي المهن اللي إحنا بنشوفها أحسن مهن وده شيء بيدحك يعني في أستراليا قارة أخرى أكتر واحد بياخد فلوس رقم واحد أعلى مرتب في الساعة هو السباك السباكين بالضبط هو السباك طميس فبياخد 3000 دولار سترليني في الساعة فالنهار ده الوعي بتاع المواطنين لهمية كل المهن وإنه في الآخر اللي بينجح واللي بيثبت نفسه هو الإنسان اللي بيعرف يحط بصماته على الأرض فمش كل السباكين شاطرين مش كل أطباء شاطرين مش كل المهنسين بنوا حاجات مهمة أو مطلوبين في السوق هو ده اللي محتاج الأب والأم يزرعوه في بنتهم وابنهم إنه ده مش آخر مطاف وإنه يحاول يساعده يحقق اللي هو عايزه يخش الكلية أو المعهد الفني أو آي إن كان إيه الدراسة اللي هو عايزها مش اللي بتحقق طموح الأب والأم لأن في الآخر مش هما اللي يعيشوا حياته وحياتها شكرا